فقراتنا ودلوقتي وصلنا لفقرة برضو متقلش بأهمية كتير جدا عن الفقرة اللي فاتت والنهاردة الحقيقة فقراتنا كلها تكون مهمة لأنها بتغطي الأحتاس الجارية اللي بتحصل في مصر النهاردة مبارح والأيام القليلة اللي فاتت دي على طول النهاردة معانا مصور صحفي الحقيقة هو مصور متميز جدا وكان بيغطي مطش المصري وبرسعيد المطش الدموي أو المطش اللي وجع قلب المصريين كلهم كلنا عارفين أنه في مطشات أحيانا ممكن يحصل فيها حاجات خارجة عن الطبيعي زي حد يلقي أي حاجة أو يبادر بألفاظ غير لائقة ولكن طبعا اللي حصل في مطش الأهلي وبورسعيد أو أهلي والمصري كانت حاجة حاجة ما تتوصفش حاجة عمرنا ما عدنا بيها وعمرها ما حصلت ايه السبب ده أكيد هنرفف فقرات تانية بس خلينا نهارده في تغطية مطش الأهلي والمصري وكمان المصور اللي معانا مش بس كمصور مطش الأهلي والمصري هو كمان كان أحد الشهود الموجودين في المطش هيكون معانا النهارده المصور الصحفي ياسر إيناوي هو مصور صحفي بجريد الجمهورية والمساء صباح الخير يا فندم إزاك يا أستاذ ياسر في البداية طبعا أحب بس أعرف الأول التاريخ يعني بقالك قدية تقريبا بتشتغل كمصور صحفي 12 سنة 12 سنة يعني عد عليك أكتر من ألف مطش مطشات كتير جدا رحت وغطتها وكنت متواجد فيها شخصيا يعني أنت كمصور صحفي بالصدفة كنت موجود في مطش المصري والأهلي يعني تقدر تقول لنا كده البداية كانت عاملة إزاي يعني المبادرة الحقيقية كانت من مين هل من جمهور الأهلي هل كانت من جمهور المصري ولا كانت البداية شكلها عاملة إزاي هو يعني قبل ما نتسافر بروسعيد احنا عارفين أن المطش صعب بس ما كناش متخيلين أن الصعوبة بتاعته وتوصل لدرجة الموت يعني متوقعين عاملة يعني أنها هيحصل شغاب شتيمة احتكاكات عادية زي ما بنروح لإسماعيلي فبيحصل كده بنروح للسويس فأيا مطش في اسكندرية بيحصل احتكاكات بس احتكاكات بتبقى عبارة عن ألفاظ يوفط شمريخ ده أقصى حاجة ممكن تحصل حاجات حماسية يعني في الأول في الإحلي ما توصلش لدرجة أن حدي يبقى متعمد قتل حد اللي حصل في بروسعيد كنا عارفين أن فيه مشاحنات وممكن المطش يتلغي ممكن المطش هيبقى نهائة يعني احنا كنا بنقول أنه ممكن تبقى نهائة الدورة في بروسعيد كمصورين وراحين على أساس أنه حروح نغطي يعني أنتو عندكم إحساس أنه مطش ده كان هيحصل فيه حاجة ده أه ده حي بس برضو يعني اللي هي مش ما كانش ده المتوقعت برضو يعني يعني يعيزين يوصل برضو للنقطة أنه برضو جمهور المصري وجمهور الأهلي طول عمرنا عارفين أنه فيه بينهم حماسة زيادة ولكن مش بالشكل احنا لما بروح مطش في الإسماعيل بنبقى ألقانين من جمهور الإسماعيلي أو لما جمهور الإسماعيلي بيجي القاهرة ما فيش مشكلة أنه فيه منوشات واحتكاكات بين الجماهير بس ما بتوصلش لدرقة أنه جمهور يتعدى على جمهور بالطريقة دي احنا عمرنا ما سمعنا عن حالة وفاة أبدا فما تشكر عمرنا تحياتنا مع سمعنا حاجة زي دي أبدا والجمهور بتاع الأهلي بيبقى جاي هنا يعني فيه مطش من سنة اللي فاتت أو كده كان الإسماعيلي فاز على الأهلي هنا وبرضه قالوا لما هتيجوا عندنا هنوريكوا هتشوفوا إيدنا ورايحين وكان جمهور كتير وراحل إسماعيلي ما حصلش حاجة مظبوط صح طيب بداية المطش إيه اللي حصل بالضبط يعني أنت وإنت موجود تحت في الأستاذ نفسه أم لا في المدرجات احنا تحركنا بالقاهرة الساعة 11 وصلنا هناك الساعة 3 كان قابلنا زمينا اسم محمد راشد من أول ما قابلنا هو اللي دخلنا الأستاذ تمام فدخلنا الأستاذ قبل المطش بساعتين ده زميل لكم يعني محمد راشد ده زميل لكم اه ومراسل في مصر اليوم وهو اللي دخلنا دخلنا الأستاذ كان جمهور المفروض جمهور الأهلي كان مجموعة قليلة وكان المفروض أن فيه أطرح يجيب يعني إيه جمهور الأهلي مجموعة قليلة اللي كانوا موجودين اللي كانوا موجودين زي كده يعني زي الصورة اللي معانا ده اه زي دي كانوا معنا دي بالزبط دي. اه. تمام. بعدها. ده بس كانت توجد الجمهور الاهلي يعني. ده كانت توجد جمهور الاهلي ده تقريبا على الساعة اربعة. تمام. وكانت صورة الكابتن مرمود الخطيب ربنا يشفيه موجودة على اليافطة كميرا. ودي منازة من الاستاذ ان التعامل كويس واه واه واه. اه من الاستاذ للجمهور. على الساعة. طب انا عايزك بس الاو بقى تعلق لي الصورة دي مين بيسلم على مين. ده جزيه. لا ده كابتن ناجي مدرب. اه كابتن ناجي اه. تمام. وحفاو كان في في حفاو بين اللعيفة بسلمه على با. مالشة شهر مش شايفة عشان البلازما بيعدة شوية علي. مدرب الحراس بتاع المصري. يعني بيسلموا على بعض. اه ده عشور لما اه في التسخين عمتن يعني اه كانوا يضربوا خرطوش فجاتف وش اه. يعني الخرطوش ابتدى من بداية التسخين. التسخين من بداية التسخين. كان فيه خرطوش من بداية التسخين. اه ومش كان في الاسماء زي ما يضربت. العيبة تحت. عالعيبة. اه. فاتحركوا جم من ناحية تسخين نص الملحب التالي. معندكش فكرة الخرطوش ده كان جاي من من مدرجات ولا من تحت ولا. يا من المدرجات. من مدرجات مين بقى? من مدرجات المصري. متأكد. اه. من مدرجات المصري. وحتى اه شريف اكرامي اه. ده جزيل وحسن. طبعا وحسن حسن. جزيل راح لحسن حسن وسلم عليه. اه. يعني الفريق والمصري والاهلي كانوا على وفاقه كانوا بيسلموا على بعض. اه. وكان في اي مشاكل. مفيش مشاكل وغيبين كمية حمام. هنا اشتهم جزيل فبيقول لهم بصوا على الشعر الابيض يعني انتوا بتكلموا في ايه. هلا ايه? اه. لأيه اللي حصل خلاهم. كانوا بيشتموا جزيل. جزيل المصري. اه. طيب اهم حاجة بقى في اللي حصل ده كله ان فيه اه ضربة خرطوش حصلت من اول الماتشة خالص من بداية التسخين. ده حقيقي. دي حاجة بتهيق لي يعني لازم يكون فيه رد عليها. ولا ايه? والفريق بتاع الاهلي جاء في نص النص الملعب اللي هو بتاع المصري سخن. فجزيل رفض. قال لهم لا ارجعوا تاني للنص بتاعنا. دي حاجة ما حدش اتكلم فيها قبل كده. ما حدش اتكلم خالص انه فيه خرطوش حصل من بداية الماتش او من بداية التسخين اللعيبة قبل ما ينزلوا الماتش. لا ما حدش. ما حصلتش. فطبعا ده يعني احنا محتاجين على فكرة رد رد على الحاجات دي ومش عايزين بقى ردود سازجة جدا على الناس لانه احنا معانا صور ومعانا شهود وموجودين كانوا جوه الماتش وشافوا حاجات كتير اوي حصل زائد اللعيبة اللي كانوا جوه الماتش يعني فاحنا محتاجين رد فاعلي على اللي بيحصل ده من الجهات المعنية وايه اللي يكون هوم اللي مسؤولين عن ده. اه هنا ايه يا ياسر دي السورة دي ايه؟ لا كان جوهية نزل الملعب الاعتراض على اللي بيحصل والحسام حسن راح لجمهور حتى. ده كان في نص الماتش ولا ايه؟ لا ده كان في الاخر الشروط الاول عين. اه. ده واحسام حسن راح يهده الجمهور. ده جمهور الاهلي بقى الهاج ولا التكمهور المصري? ده كل جمهور مصري وما الكل ده جمهور الاهلي بيعمل ايه يا ياسر؟ يعني اما الجمهور المصري هو عمال يهلل وبتاعه بيعمل يفوق. هتفت بس ما بيعملش حاجة وقعد في المكان بتاعه ما نزلش ولا تحرك ولا عمل أي حاجة طيب كلمني على النار الهناك دي دي شمريخ من ناحية الجمهور المصري وناس نزلت أرض الملعب ده طبعا خلص بعد الشرط الأول ده لا ده في ناحية الشرط الأولين بعد ما المصري كان جاب جمهور التعادل يعني الحكم موجود أها واللعيبة وقفة وفي كمية من الناس نزلت الملعب كتير قوي لا يقل عن خمسين واحد مثلا طيب يعني أنا يعني عايز بس أعرف بس هي يعني أنت كده بتقول لي أنه في آخر الماتش الشرط الأول حصل من جمهور المصري أنه هو نزل الملعب وكمان رمى شمريخ آه تمام رح حسام حسن يهد الجمهور ودي صورة طبعا بتقول أنه في حد بيرجعه على حد من الجمهور تقريبا آه في حد بيرجعه للمدرجات آه تمام حسام حسن حسام حسن كان بيحوش يعني دي حاجات شفتنها إنما طبعا المعلومة اللي أنت قلتها لنا في الأول دي معلومة جديدة يعني وده كمان إيه يا ياسر لو سمحت دي شمريخ في أرض الملعب وناس نزلة في أرض الملعب بعد الجون بتاع المصري اللي هو الجون التاني ده كان في شوط التاني بقى آه بس هو في الفقرة بتاعت اللي هو واطش في 15 ديئة بتاعت الاستراحة ناس كتيرة نزلت أرض الملعب آه في الاستراحة ما بين الشوطين آه كان في حدوث 17 ديئة أو 18 ديئة كمان المطشي تأخر بتاعتين أو تلاتة لحد ما يبدأ آه لحد ما يرجعه تاني آه نزلت ناس كتيرة نزلت بتاع 4 أو 5 يجروا في أرض الملعب آه تمام وناس مسكتهم وطلعتهم جوه كان فيه مشحنات كتير كان فيه تخويف للعيبة جوه الملعب وهما بيلعبه في الشوط الأول قبل ما يحصل رامي الشماريخ والحاجات دي كلها؟ كانوا كانوا حاسين بكده بدليل ان المطش بدأ بعد ثلاث دقائق يعني الحاكم الرابع راح للعيبة وراح للجهاز الإداريين وهو يخرجهم كانوا حاسين بقلق لعا كان فيه قلق جامد جدا وخرجهم على أساس ان هما يرجعوا يبدأوا المطش معلش هذا جاعة اكتبار رجع تاني للسؤال انت كنت موجود تحت جوه آه في أرض الملعب طيب لما انت كنت موجود تحت في أرض الملعب اللعيبة لما تأخر المطش شوية ما حاستش انه الجهاز الفني حاول يكلم الجهاز الفني بتاع المصري ويلمه الموضوع أو حاجة بحيث انه في الأول ما كانوش متخيلين دون مشهد هيحصل أو هيخلص على كده؟ مش فاهمي يعني الجهاز الفني بتاع النادي الأهلي هل راح اتكلم مع الجهاز المصري علشان يحاولوا يحتويوا الموقف قبل ما يحصل المشهد بس كان جوزيف الأول ابدع اعتراضه ونزل في أرض الملعب وما كانش عاجبه اللي بيحصل يعني دايما بيكون فيه احنا على طول بنسمع انه برا مصر وده المفروض ان ده قانون بيفعل يعني ان كل المصورين ما بيكونوا في أحداث فيها عنف أو أحداث بيكون فيها قتل أو تجمعات كبيرة بيكون فيه حماية للمصور ده اللي احنا مفروض نعرفه يعني يعني الابتسامة المعتادة اللي بشوفها على كل وجوه المصورين خالط طب ده ما حصلش حتى قبل الصورة ما كانش بيحصل حتى قبل الصورة ولا قبل الصورة طب قولي مين يعني انت بتنزل الأرض المعرقة يعني وانت عارف انه ممكن يكون يحصل حاجات كتير جدا ممكن الأحداث تتصاعد ويحصل مواقف كتير انت ممكن ما تتخيلهاش ده بمعناء او بيؤدي ان شغلة المصور الصحفي هي شغلانة مليئة بالخطر ومليئة بالإثارة والحاجات دي كلها انت بتتعامل مع المواقف دي ازاي يعني بتنزل في مشكلة من مشاكل الوطن لما بتحصل حاجة زي دي بالنسبة للمقصة احنا بنبقى بتقوم على بعض بتحجوا على بعض عاشرة او خمستاشرة كمصورين صحفين كلنا عارفين بعضنا غيرك ياخد صور يتدوها البعض فتخلصوا بسرعة دي متواجدة بس مش للدرقة يعني كلنا بنبقى ملعب مفتوح وكلنا شغالين بس احنا بنبقى موجودين كلنا في نقطة معينة اللي هو عند راية الكورنا بنبقى كلنا سبع او تمانية موجودين مع بعض صراحة بنوفر الحماية لنفسنا طيب ياسر احنا معانا صورة دلوقتي تانية دي بعد المطش ولا ايه دي قبل نهاية المطش يا فندم دي قبل نهاية المطش كان لسه المطش ما انتهاش يعني كان فيه شمروخ اترمى من النادي الاهلي اترمى فرح مرجعينه تاني من النادي الاهلي اه فرجعه تاني وبعدين الرد طب انا شايفة هنا انه المدرجات هنا فاضية يعني الناس بس مجموعة من الناس بس موجودين ده كان المدرج من المدرجات اصلا من الفاضية يعني لا اه ولا ناس هي اللي مشت منه هو للاسف ان كمان ان الالترس والجمهور النادي الاهلي ما كانش اربعة الاف خمسة الاف واحد ما كانش كتير كانوا قليلين كانوا قليلين اه من ازاي اللي موجودين بيبقوا بالخمسين الف والتلاتي اه بالعشرين الف وتلاتين الف في المطشات بتاعت الموجودة هنا اه طبعا ده مشهز الانتحاب دي لحظة الانتحاب يعني ده بعد الجون التالت وقدة سبع دقايق وخلاص صفر كان كل الناس دي موجودة في الملعب واللعيبة لما حصلت بالخطر ابتدت تجري كلهم حتى جنبه بعض بيجروا مع ذلك اتعدوا عليهم جيان دراية القرن وهم بيجروا في ناس يعني عايزة تضرب او ضربت ناس منهم اه انا شفت شريف هو بيتضرب هو سيد عبدالحفيز بس في اللحظة دي اه ضربت سيد عبدالحفيز شفنا وهو يعني حد في اللحظة دي احنا كنا صراحة كنا خايفين على نفسنا فلمنا المعدات بتاعتنا لانها كانت كل واحد معا معدات تلاتين اربعين الف جنيه على الأقل فلمنا المعدات بتاعتنا واخدنا جنبيه حصل ايه تاني حاجة غير طبيعية جوه الاستاذ محدش قالها او ما شوف نهاش على التلفزيونات وانت جوه ارض الملعب في اللحظة دي في اللحظة دي يعني حصل ايه من جمهور الاهلي يعني كان رد فعلي ايه جمهور الاهلي اول ملا شافه اللعيبة بتاعتهم بتجري وان الجمهور المصري بدأ ينزل او ايا كان مين اللي ما ما نعرفش مين بقى اللي جوه الاستاذ بقى مدسوس او مين اللي كان جوه ما بين الجمهور المصري اول ما الاهلاوية شافه الجمهور المصري بينزل جوه ارض الملعب والفريق بتاعه بيجري ايه اللي حصل منهم لازم يكون فيه رد فعل لا ما حصلش حاجة منهم يعني احساس الخوف وحساس انه هم عايزين يخرجوا من الاستاذ وعايزين يهربوا بس لاسف البيبة كانت يلي انت عايز اقول ان جمهور الاهلي كان كان خايف وكان عايز زيجري بس كان مقلفول عليهم المدرجات من فوقه من تحف متعراش مين بقى الافلة مدرجات من فوقه من تحف طيب مين فتحixe المدرجات على الماصري هي هي اللي شفتو انه فيه بيبة اتفتحت بس من اللي فتحها الامن حد من اللي عاملين في الاستاذ معرش بس الناس نزلت بكميات زي موقعات الجلبية اللي هي بتاعت المطش الزمالك نزلوا كتير كتير طب ياسر انت بقالك بتقولي 12 سنة او 13 سنة بتشتغل مصور صحفي ونزلت غطيت مطشات كتير جدا عد عليك حاجة شبه مش نفس المشهد حاجة شبه اللي حصل ده قبل كده في اي حاجة احنا مشخلناش خالص حتى انا كنت في موقعات الجلبية المطش الزمالك اللي كان موجود الاجتياح اللي نزل الناس نزلت خلاص احنا اتغلبنا ونزلين يعملوا يفرحوا كان في ايصابات اه بس ما فيش مفوي وافيات هرجع لك تاني للنقطة دي على فكرة عشان النقطة دي مهمة جدا ياسر خليه معك في الصورة دي ده جزيه ده بعد ما خلاص طلع من الاستاذ هنا عند بيهدوا جزيه وعمال يقولوله ده اللي حصل يعني وهو جزيه الضرب انا شفته هو بيدرب الضرب من مين من الجمهور ولا وقع بس في وسط اللم لا ضرب من جمهور اوكي مبعدين هو قط الملعب اه 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 ده كان قريب مننا احنا كنا جنبه هنا في الحتة دي اه اه وانت موجود هناك ياسر وعرفت انه في وافيات عرفت امتى انه في وافيات حصلت بعد ما خرجنا من ال بعد ما خرجته خالص احنا يعني محمد راشد وزمائلنا واستاذ حسان دياب كلنا اتحركنا واخدنا جنب كده على اساس ان احنا مستفزي الشناس ومع ذلك الشتمنا بس كنا شنى حاجتنا على اساس ان احنا نطلع بيها في الوقت ده مش عايز اقولك يعني جبني سيد الموقف الموقف اللي زي دي فتحركنا كلنا واخدنا جنب ومشينا بس كنا اخدنا لقطاتنا اللي احنا ايه شبه النوع نسبت بيها الحالة ارجع داني بقى للسؤال ان انت بقى لك كتير بتشتغل نصور صحفي وغطيت مطشط كتير جدا وبتقول انه محصلش قبل كده انك شفت مشهد شبه ده قبل كده ابدا يعني خالص خالص طب امت 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 انا عايز اشوف بس دلوقتي دي كانت حاجة برضو شفناها في التلفزيون اه الوقت ده كان في اخر مطش ولاقيني انا شايفت جمعات كتير جدا اه اللعيبة خرجت الامن تحت والناس كلها موجودة وفي ناس طلعت المدرجات في اللحظة دي اخر سؤال الامن ده بقى كان بيعمل ايه بالاسف ما كانش بيعمل حاجة يعني ايه ما كانش بيعمل حاجة يعني التواجد القليل من الامن اللي كان موجود اللي انت شفته بعنيك جوه الملعب لما حصلت الاحداث دي ايه دوره يعني كان بيعمل كان بيجري كان واقف كان بيكلم في الموبايل يعني كان بيعمل لا اخدوا جنبي كده وسابوا اللي عادي عادي واللي يمشي يمشي واللي يطلع المدرجات يطلع وكلهم كان كأنه بيحافظ على نفسه الأمن في الحالة دي كان بيحافظ على نفسه أولا ما عندوش تعليمات مثلا العسكري أنه هو العسكري وقت ما عندوش أي تعليمات بأي حاجة فراحوا تلموا كلهم كده على جن وسابوا الناس تدخل عادي وما فيش أي حاجة أحنا كنا بنشوف من الأمن ناس كانوا مسكين ناسوا بعدين يروحوا سايبينهم يجروا ويسيبوهم يعدوا يعني جوحت مطشط كتير مهمة من نوعية المطشط دي زي ما بتقول الإسماعيلي الاتحاد الحاجات دي كلها التواجد الأمني في المطشط المهمة اللي زي دي زي الأهلي والزمالك والأهلي والمصري والزمالك والمصري والحاجات دي المطشط المهمة اللي من نوع ده التواجد الأمني اللي فيه هل ده الطبيعي بتاعة التواجد الأمني اللي كان موجود أول مبارح في مطش هو كطبيعي عادي بس كموقف زي موقف الأهلي والمصري هل ده الطبيعي بتاعة التواجد الأمني لا هو كان الطبيعي ده طبيعي. ده طبيعي. بس في مواقف زي ده في ماطشة حساس زي ده المفروض ان هو كان التوجهة الامنية بقى اكتر. لا لا دي طبعا ده دي مسألة تانية خالص اكيد. متأكيد. ياسر انا بشكرك قوي على وجودك معنا النهاردة وعلى استور اللي انت جبتها لنا النهاردة. وعلى المعلومة المهمة اللي عرفناها منك النهاردة انه اول شا انه في بداية تسخين اللي عيبة حصل انه ترمى شماريخ. لا خرطوش. خرطوش. وكان فيه شماريخ برضو. وكان فيه شماريخ بس طبعا قصة الخرطوش دي قصة مهمة جدا. لازم يترد عليها. انا بشكرك يا اسر اوي على وجودك معنا نهاردة. شكرا. مشاهدين هنروح للفاصل لسا مكملين معاكم النهاردة في نهارك سعيد فقرات كتير. خليكم معنا موجودين لحد الساعة اتنين على الهواء مباشرة.